نرحب بكم عزيزات الطالبات طالبات ثانوية سوى تفوق الاهلية للبنات في الدرس الرابع لمادة التاريخ للصف السادس الأدبي في الدرس السابق اتناولنا انتفاضة عام 1952 وبينا انه من اسبابها كان المطالبة باصلاح الاوضاع العامة في العراق سوى كانت الاقتصادية والاجتماعية او السياسية ايضا ثورة الفلاحين ضد الاقطاع بروز الحركة العمالية وتطورها اضافة الى المطالبة بقانون انتخاب عام بينا الموقف الحكومي اتسم بالقوة والشدة لقمع الثورة والانتفاضة بعد ذلك بينا انه هذه الانتفاضة كان لها دور كبير في تطور الحركة الوطنية في العراق اليوم رح نتناول ميثاق بغداد وانتفاضة عام 1956 يجينا السؤال الوزاري انه كانت السياسة البريطانية في الشرق الاوسط بعد الحرب العالمية الثانية تقوم على ركنين اساسيين والضحومة قامت السياسة البريطانية على ركنين الاول تشجيع دول المنطقة على عقد اتفاقيات فيما بينها لضمان الامن والاستقرار والسعي الى جمعها في تنظيم واحد الكتلة الشرقية اما الثاني فكان السعي الى عقد معاهدات ثنائية مع بريطانيا وحلفاؤها في الشرق الاوسط لضمان مصالحها عن طريق مضمان الدفاع المشترك والاستفادة من القواعد العسكرية منطقة الشرق الاوسط هي منطقة جغرافية تضم تركيا وايران والعراق مصر السعودية سوريا فلسطين الكويت عمان هذه الدول كلها تسمى بالشرق الاوسط فكانت مهمة بالنسبة لبريطانيا فهنان السياسة البريطانية اعتمدت على انه تشجع دول هذه المناطق تعقد فيما بينها اتفاقيات ومعاهدات وبعد ذلك تضمها كلها في كتلة واحدة تسمى الكتلة الشرقية دول الكتلة الشرقية راح كل وحدة من عدهم تعقد اتفاقية ثنائية مع بريطانيا واهم اهداف او بنود هذه الاتفاقية تكون الدفاع المشترك والاستفادة من القواعد يعني بريطانيا والدولة الثانية راح يكونون بجبهة وحدة في حال انه صار اعتداء على اي منهما والقواعد العسكرية انه يكون لبريطانيا في دول الشرق الاوسط قواعد عسكرية ثابتة الدول الغربية بداية الخمسينات قبل ميثاق بغداد طرحت مشروع سمية بمشروع القيادة العليا للحلفاء في الشرق الاوسط وكان يتضمن اولا الدفاع عن الشرق الاوسط امر حيوي بالنسبة للعالم الحر ويكفل عن طريق التعاون مع الدول التي يهمها الامر يعني رادة الضم كل دولة تهتم بمنطقة الشرق الاوسط وترى انه استقرارها مهم بالنسبة لها اثنيا انه هدف ووظيفة قيادة الشرق الاوسط هي مساندة الدول التي ترغب في الاشتراك في الدفاع عن الشرق الاوسط وتنمية قابلية كل دولة كي تصبح قادرة على الوقوف بوجه اي عدوان خارجي وظيفة هذا التحالف هو انه تساند الدول اللي تستعد هي انه تكون مستعدة تدافع عن الشرق الاوسط وبنفس الوقت تساندها وتساند دول الشرق الاوسط بانه يقفون بوجه اي عدوان خارجي ثلاثة الوقوف ضد الاتحاد السوفيتي من خلال تكتل الدول الغربية ضد المد الشيوعي هو هذا اساس مشروع القيادة العليا او اهم هدف بالنسبة لها هو ابعاد المد الشيوعي عن الوطن العربي وعن الشرق الاوسط موقف الشعب العراقي من هذه السياسة تمثل بمعارضة شديدة فدعت الحركة الوطنية الى اولا اجلاء الجيوش الاجنبية عن العراق جلاءا تاما هذا اول مطلب ثانيا رفض المشاريع الاستعمارية اي مشاريع تعتمد على التحالفات مع الدول الغربية كانت ترفض ثلاثة تحريم الدعاية للحرب اربعة دعوة الى سياسة الحياد وعدم الانحياز سياسة عدم الانحياز او الحياد الحياد هي عدم الميل الى طرف اكثر من الاخر في حال حدوث نزاع او حرب وحركة عدم الانحياز ظهرت بعد مؤتمر باندونغ عام 1955 اجتمعت بعض الدول واتبنت هذا النهج انه هي لا تنظم الى الاتحاد السوفيتي ولا الى بريطانيا في حال حدوث نزاع بينهم فالحكومات المتعاقبة في العراق كانت مع سياسة الاحلاف الغربية والحركة الوطنية كانت مع حركة عدم الانحياز في ثلاثة عب 1945 اتشكلت وزارة نوري السعيد الثانية عشر وهذه الوزارة جدا مهمة بتاريخ ثلاثة عب 1945 هذا التاريخ مهم الاسس اللي ارتكزت عليها السياسة الخارجية لحكومة نوري السعيد الثانية عشر اولا انهاء المعاهدة العراقية البريطانية لعام 1930 عن طريق ايجاد صيغة جديدة للتعاون مع بريطانيا الشق الاول كان هو مطلب للحركة الوطنية لكن الشق الثاني هو ضد مطالب الحركة الوطنية فالحكومة ارادت الغاء المعاهدة لكن بطريقة ايجاد صيغة جديدة اللي هي الاحلاف الغربية ثانيا الحرص على تعزيز علاقات الاخوة والصداقة مع البلدان العربية ثلاثة العمل على توثيق العلاقات مع الدول المجاورة اللي هي تركيا وايران ليش؟ لان هما من ضمن دول الشرق الاوسط وتعزيز التعاون بينهم وبين الدول العربية لدفع الخطر الصهيوني لتحقيق هذه السياسة عمد نوري سعيد الى محاربة الحركة الوطنية ليش؟ لان الحركة الوطنية قلنا هي مع حركة عدم الانحياز والحكومة مع الاحلاف الغربية يجينا سؤال وزاري ما هي المراسيم الارهابية التي اتخذها نوري سعيد ضد الحركة الوطنية هذه الوزارة اللي هي وزارة نوري سعيد الثانية عشر اتخذت مجموعة من المراسيم والقرارات سميت بالمراسيم الارهابية اللي هي واحد اسقاط الجنسية عن المعارضين اثنين حل الأحزاب السياسية العلنية اللي هي كانت عام 1946 وجيزت ثلاثة حل النقابات العمالية اربعة اغلاق الصحف الوطنية خمسة فرض الرقابة على المطبوعات وستة منع التظاهرات والاجتماعات العامة يعني وزارة نوري سعيد قيدت الحريات بالنسبة للحركة الوطنية غلقت صحفهم فرضت رقابة على المطبوعات بذلك قيدت حرية الرأي لغة الأحزاب والنقابات بعد هذه الإجراءات تواصل العراق مع تركيا إلى توقيع ميثاق التعاون المتبادل بين العراق وتركيا في شباط 1955 الضمن مجموعة من البنود اللي هي أولا التعاون بين الدولتين لغرض صيانة سلامتها والدفاع عن كيانهما وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ليش هذه المادة بالذات؟ لأن هذه المادة نص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص من الحق الطبيعي للدول اللي هي أعضاء بالأمم المتحدة فرادة أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت عليها قوة مسلحة فالميثاق الأمم المتحدة ينطيها الحق أنه تكون تحالف ثنائي ثلاثي للدفاع عن أراضيها اثنيا التعاون بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لإحداهما من الأخرى وفض النزاعات بينهما بالطرق السلمية أولا التعاون بين الدولتين لغرض صيانة السلام التعاون بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال بالشؤون الداخلية يعني لا تركيا تدخل بشؤون الداخلية للعراق وللعراق يدخل بشؤون تركيا الداخلية يكون الميثاق مفتوح للانضمام إليه من قبل أي دولة من دول الجامعة العربية وغيرها من الدول التي يهمها أمر السلام والأمن في المنطقة والمعترف بها من قبل الدولتين يعني هو توقع بين تركيا والعراق لكن باب الانضمام إلى هذا الاتفاق مفتوح لأي دولة يهمها أمر السلم والأمن في المنطقة ويكون معترف بها من قبل العراق وتركيا أربعة يشكل مجلس دائم من الوزراء للعمل ضمن نطاق أهداف هذا الميثاق وذلك عندما يبلغ عدد الدول الأطراف في هذا الميثاق ما لا يقل عن أربعة ويقوم المجلس بوضع نظامه الداخلي يعني بعد ما تنظم دولتين للميثاق يكون هناك مجلس دائم للوزراء ويوضعون نظام الداخلي والنظام الداخلي هو يكون مجموعة من المواد تنظم عمل المنظمة أو المؤسسة أو التحالف يكون بها اسمها وعنوانها أهدافها شروط الانضمام حقوق الأعضاء العقوبات الاجتماعات كل ما يخص الحلف الموقف البريطاني من هذا الميثاق بريطانيا رحبت بالميثاق العراقي التركي وأعلنت تأييدها الكامل وأعربت عن أملها في توسيعه لشرق الأوسط بأكمله يعني بينت أنه هي مؤيدة لهذا الاتفاق وتتمنى أنه كل دول الشرق الأوسط تنظم حتى يكون هو نواة للكتلة الشرقية اللي كانت تعزم أنه تأسسها اثنياً أعلنت عن إلغاء المعاهدة العراقية البريطانية عام 1930 ثلاثة توقيع الاتفاق الخاص مع العراق والانضمام إلى الميثاق بعد انضمام بريطانيا انضمت كل من باكستان وإيران فهنا نصار الأعضاء خمسة شكي للمجلس الوزاري الدائم وأصبح اسم الميثاق ميثاق بغداد بالبداية كان ميثاق التعاون بين العراق وتركيا هسه صار اسمه ميثاق بغداد انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى لجنة الميثاق العسكرية وقوبل الميثاق بمعارضة شديدة وطالبة الحركة الوطنية بسقوطة ليش لأن قلنا الحركة الوطنية ضد سياسة الأحلاف الغربية وكانت تتبع سياسة عدم الانحياز المحور الثاني اللي درسنا هو انتفاضة عام 1956 بداية ما هي أسباب الانتفاضة؟ أولا الإجراءات الإرهابية التي قامت بها حكومة نور السعيد عام 1954 اللي هي الحكومة الثانية عشر أغلقت الصحف وأسقطت الجنسية وغيرها ثانيا عقد ميثاق بغداد ثالثا عزل العراق عن محيطه العربي لأن بدأ يتحالف مع بريطانيا وحلفائها أكثر رابعا موقف العراق من تأميم قناة السويس والعدوان على مصر عام 1956 كان هو السبب الرئيسي في إشعال الانتفاضة يعني عندنا أسباب داخلية وأسباب خارجية الداخلية هي الإجراءات الإرهابية اللي قامت بها حكومة نور السعيد والخارجية رح تكون عقد ميثاق بغداد وعزل العراق عن المحيط وموقف العراق من تأميم قناة السويس عام 1956 طيب لازم نطلع على أحوال مصر والعدوان عليها ومن ثم نرى موقف العراق فأحوال مصر بعد عام 1952 نجحت ثورة 23 تموز 1950 اللي قادها الضباط الأحرار فسارت مصر على سياسة تحررية تهدف إلى مساندة الشعوب الرازحة تحت الاستعمار يعني بعد ما نجحت الثورة المصرية بدت تساند الدول العربية أو أي دولة ترغب بالتخلص من الاستعمار اثنياً اتبعت سياسة الحياد وعدم الانحياز في العلاقات الدولية جمال عبد الناصر كان من ضمن الأعضاء المشاركين في مؤتمر باندونغ عام 1955 فتبنى حركة عدم الانحياز ثلاثة أظهرت رفضها للأحلاف والمشاريع الاستعمارية في مؤتمر باندونغ للدول الغير منحازة ونتيجة لذلك تعرضت مصر لضغوط اقتصادية منها سحب تمويل مشروع السد العالي كان من أهداف الثورة أنه تقوم بمشاريع تنموية اقتصادية أولها هو بناء السد العالي على نهر النيل حتى يختزن المياه اللي تساعد في توسيع الرقعة الزراعية في مصر وكذلك توليد الكهرباء فحتى يمولون المشروع كانوا يرغبون بالاقتراض من البنك الدولي فالدول الغربية وبالذات فرنسا وبريطانيا وضعت العراقيل أمام مصر في أن تحصل على هذا القرض على إثر ذلك أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس في 26 تموز 1956 يعني بعد أربع سنوات من الثورة المصرية أمامه قناة السويس والتأميم هو أن ترجع ملكية هذه الشركات واللي هي كانت شركة فرنسية وإلها أسهم مناصفة مع بريطانيا فالتأميم هو إعادة ملكية هذه الشركة بمعداتها ببناءها للدولة اللي هي الدولة المصرية فقبل التأميم بالتهديد والوعيد من الدول المستفيدة اللي هي فرنسا وبريطانيا اللتان عملتا بالاتفاق مع الكيان الصهيوني اللي هو العدو الأول لمصر على شن حرب ضد مصر في 29 تشرين الأول 1956 بعد الثورة اتأممت القناة صار العدوان الثلاثي على مصر اشتركت بريطانيا وفرنسا في العدوان على مصر في الأوائل من تشرين الثاني طيب موقف العراق من هذا العدوان اللي هو أثار الحركة الوطنية كان موقف الحكومة العراقية سلبا ولم تقف بقوة ضد العدوان الثلاثي أما الشعب الموقف الشعبي فكان موقفه مغاير لموقف الحكومة حيث خرجت الجماهير الشعبية تتظاهر ضد العدوان وانفجر الوضع في الأول من تشرين الثاني بأنه حدثت تظاهرة لطلاب الكليات والمعاهد العليا وفي ساحة كلية الطب والصيدلة والكيميا هدفت الجماهير بحياة الرئيس المصري جمال عبد الناصر وبسقوط العدوان البريطاني الفرنسي الصهيوني الحكومة موقفها سلبي الموقف الشعبي تظاهرات وكانت انطلاقتها من الكليات والمعاهد طالب المتظاهرين في كلية التجارة والاقتصاد بالتعبئة العامة اثنين قطع النفط عن الدول الاستعمارية ثلاثة سقوط وزارة نور السعيد اربعة إلغاء ميثاق بغداد وسقوط الاستعمار تعبئة العامة أنه يستعدون من ناحية الاستعدادات العسكرية والاقتصادية للحرب قطع النفط عن الدول المستعمرة وسقوط وزارة نور السعيد وإلغاء ميثاق بغداد وسقوط الاستعمار خرجت مظاهرات كبيرة تطالب الحكومة بإعلان موقفها من العدوان الثلاثي فانقضت الشرطة عليها وضربت المتظاهرين يعني اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين انطلقت مظاهرات في النجف وكربلة والعمارة والموصل والبصرة رغم إجراءات الحكومة الشديدة يعني كل محافظات العراق اشتركت في انتفاضة عام 1956 ما هي الإجراءات التي اتبعتها الحكومة العراقية للقضاء على المظاهرات الشعبية الرافضة للعدوان الثلاثي على مصر 1956؟ الجواب سارعت الحكومة إلى أولا إعلان الأحكام العرفية منع التظاهرات تعطيل الدراسة في المدارس المتوسطة والثانوية والمعاهد والكليات بعد تجدد التظاهرات تم اعتقال المئات من المتظاهرين قدموا إلى المجالس العرفية إضافة إلى فصل الكثير من الطلبة وسيقوا إلى الخدمة العسكرية اعتقال قادة الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات نفي بعضهم إلى خارج العراق يعني الحكومة اتخذت موقف أيضا قمع وشدة في انتفاضة عام 1956 فأعلنت الأحكام العرفية منعة التظاهرات عطلت المدارس فصلت الطلبة ونفت الأساتذة واعتقلت قادة الأحزاب شهدت مدينة النجف الأشرف يوما داميا في 24 تشرين الثاني يعني بعد 23 يوم من العدوان الثلاثي على مصر حيث استخدمت الشرطة العيارات النارية للتفريق المتظاهرين مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم وارسلت قوة عسكرية إلى النجف للسيطرة عليها ما حدث بالنجف نفسه اتكرر في مدينة الحي ليلة 18 كانون الأول يعني بعد أقل الشهر بعد أن سيطر المتظاهرون على المدينة وقد حكم على أثنين منهم بالإعدام اللي هم علي الشيخ حمود وعطى مهدي الدباس ونفذ الحكم علنا في شوارع الحي واستمرت المظاهرات رغم كل الإجراءات القاسية ودعت الحكومة إلى الإضراب حتى سقوط وزارة نور السعيد يعني النجف ومدينة الحي شهدت الأيام دامية ومظاهرات شديدة قابلتها الحكومة بالرصاص الحي واعدام علي الشيخ حمود وعطى مهدي الدباس علنا في شوارع المدينة ما هي مهام الحكومة الوطنية التي طالبت الحركة الوطنية بتشكيلها عام 1956 يعني الحركة الوطنية طالبت بإسقاط وزارة نور السعيد وتشكيل وزارة جديدة حكومة وطنية البرنامج لهذه الحكومة لازم يتضمن أولا معاقبة الخوانة والمتسببين في سفك دماء الشعب وأطلاق صراح المناظلين الوطنيين معاقبة كل شخص خائن ومتسبب بسفك دماء العراقيين وثانيا أطلاق المناظلين اللي هما بالمعتقلات العراقية اثنيا الانسحاب من ميثاق بغداد وما صار هذا الانسحاب إلا عام 1958 بعد ما قامت ثورة 14 تموز قطع العلاقات مع بريطانيا التضامن مع الحكومات العربية بدل الغربية ثلاثة إيقاف ضخ النفط إلى المستعمرين أربع ضمان حقوق الشعب الدستورية وأطلاق الحريات الديمقراطية أنه ترجع تفتح الصحف وتسمح للحركة العمالية النقابية بمزاولة عملها وترجع تسمح بإجازة الأحزاب السياسية وغيرها خامسا رفع الضرائب الفادحة الواجبة مطالب الشعب بهم وإجابة مطالب الشعب نجحت الانتفاضة في توحيد الجماهير حول شعارات مشتركة إضافة إلى لفت أنظار الرأي العام لما يجري فيها العراق من دعوة للإصلاح يعني هسا الحركة الوطنية انتظت نتيجة العدوان الثلاثي على مصر وطالبت بإسقاط حكومة نور السعيد وتشكيل حكومة جديدة تسمى الحكومة الوطنية كان مطالبهم أن يعاقبون الخوانة ينسحون من ميثاق دمشق يقطعون العلاقات مع بريطانيا يوقفون ضخ النفط للمستعمرين ويضمنون حقوق الشعب ويجيبون عن مطالب الشعب أما أهم نتائج الانتفاضة هذه هي أنه وحدت الجماهير حول شعارات مشتركة ولفتت أنظار الرأي العالمي لما يجري في العراق من دعوة للإصلاح إلى هنا ينتهي هذا الدرس إن شاء الله الدرس القادم رح نتناول الجبهة الوطنية عام 1957 إضافة إلى ثورة 14 تموز